الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع اللقاء السابع من دورة شرح كتاب الطريقة المرضية في تيسير الارجوزة المائية من البيت 31 إلى البيت 35 وقد عنوانت لهذه الأبيات بعنوان عام الحزن موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما وإسلام جن ناصيبين وعقده على سودة وعائشة رضي الله عنهما قال النظم رحمه الله وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت وبعد خمسين وربع أسلم جن ناصيبين وعاد فعلما ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديك في شوالي وبعد خمسين وعام تاري هذه الأبيات فيها ذكر وفاة عمه أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها وكان ذلك في السنة التاسعة وكان ذلك في السنة التاسعة وإسلام جن ناصيبين وناصيبين هذا بلد بعيدة عن تركيا فقد جاءوا يعني الجن واستمعوا الكرآن الكريم وأسلموا بعد خمسين عاما وثلاثة أشهر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خمسين عام وثلاث شهور وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم في كتب السير وكذكر فيما سبق النظم رحمه الله وفاة خديجة رضي الله عنها فبعد وفاتها بمدة يسير أمضى عقده صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة رضي الله عنها سودة بنت زمعة ابن كيس الكراشية وذلك في رمضان قبل هجرته إلى المدينة قيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات وبعد إمضاء عقده على سودة رضي الله عنها عقد على أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها نردد هذه الأبيات وبعد تسع من سني رسالته ماتى أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت وبعد خمسين وربع أسلما جن نصيبنا وعاد فعلما ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوالي وبعد خمسين وعام تالي كما اعتدنا من بداية الدورة نردد كل بيت عشرين مرة ثم مجموعة الأبيات عشرين مرة فيتم الحظ بأمر الله جل وعلا هذا والحمد لله رب العالمين